كاترين هناك كانت فرحة كبيرة منذ اللحظات الأولى لإعلان الرئيس قيس سعيد عن تجميل أعمال البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الوزراء هشام لمشيشي من منصبه طبعا كانت هناك فرحة عارمة وكبيرة في هذه المحافظة نستطيع أن نجمل الصورة الآن هناك حالة من الهدوء الحذر وانتظار من قبل التونسيين للساعات القليلة المقبلة حول هوية رئيس الوزراء القادم وأيضا الحكومة التي ستعمل على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية فضلا عن الأمنية أيضا هناك انتشار لأجهزة الأمنة التونسية يعني شبه مكثف في كافة الشوارع والمناطق بهذه المحافظة التي تعتبر سياحية بالأساس لكنها تعيش على وقع هدوء تام كاترين اسمحي لي والسادة المشاهدين بأن نتحدث بأكثر تفاصيل عن الأصداء هنا في محافظة سوسا مع حمدي بن صالح الصحفي التونسي والناشط في المجتمع المدني أهلا بك حمدي يعني تحدثنا كيف كانت الأصداء هنا في سوسا لقرارات الرئيس هل كان هناك ترحيب من قبل التونسيين وكيف تعتبر هذه الخطوة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد ربما من ولاية سوسا بالذات كانت ترحيب مبكرا جدا من سوسا كان صباح يوم 25 جوليا قبل إصدار القرارات قيس سعيد بالنسبة لسوسا هي أكثر ولاية حركة الجمهورية التونسية كل بعداد غفيرة بعداد كبيرة ياسر بحكم أنها ولاية سياحية مضرة جدا من الأزمة الاقتصادية وأزمة الكورونا اللي مرت بالعالم وكل وبتونس خاصة ولاية سوسا فرحانة ياسر شفنا الفرحة في عيني العباد ليلة 25 جوليا كنا معناها منبهرين بالدموع اللي كانت في عينيين ونساء تونس ألف مبروك للشعب التونسي مبروك للشعب الحرار اللي قاوم العشرة سنين هما واللي كان مصار كامل من المقاومة بعد 14 جنف في 2011 بعد سرقة الحلم التونسي تمكن قيس سعيد أخيرا من أشكرك حمدي لديك الوقت إذن هي فرحة كبيرة في هذه المحافظة كباقي المناطق والمحافظات التونسية بانتظار الساعات القليلة القادمة والمزيد من القرارات الرئاسية كاترين ترجمة نانسي قنقر